موسيقى صباح الخير والبداية مع العنوين موسيقى هيئة شؤون الأسرة تحمل الاحتلال مسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين الأسرين أحمد ومحمد جدعون لذين يقبعان في مستشفى العفولة بحالة خطرة موسيقى للأسبوع الحدي عشر على التوالي الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو تتواصل وشرطة تعتقل المتظاهرين في القدس المختلة موسيقى أردوغان يهدد بتمزيق الوثائق والخرائط وبعواقب مؤلمة إن لم تفلح السياسة والدبلوماسية في شرق المتوسط موسيقى مناصرون مسلحون لترامب يواجهون تظاهرات منددة بالعنصرية وغرقوا قوارب في مسيرات مائية مؤيدة له في تكساس موسيقى وصفت هيئة شؤون الأسرى والمحرارين الفلسطينية صحت الشاقيقين الأسرين أحمد ومحمد الجدعون بالخطرة والمقلقة محامي الهيئة أوضح أن الأسرين يقبعان في وحدات العناية المكثفة بمستشفى العفولة أحدهما لا يزال فاقداً للوعي فيما يعاني الآخر من جروح مليغة في الرقبة والوجه قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل الشاقيقين فجر أمس في مخيم جنين بعد تفجير المدخل واعتقلتهما بعد إصابتهما بالجراح من جراء إطلاق قوات النار في المنزل وحملت هيئة شؤون الأسرى الاحتلال المسؤولية الكامل عن حياة الشاقيقين جدعون تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وشهدت عدد مدن بينها القدس المحتلة وتل أبيب تظاهرات تطالبه بالاستقال على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالفساد وخيانة الأمانة الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا من المحتجين بتهمة إزالة حواجز تابعات لها وفيما تتعمق أزمات نتنياهو الداخلية تسعى دول التطبيع الخالجية بحسب تسريبات الإعلام الإسرائيلي إلى تشكيل تحالف أمني وعسكري استراتيجي مهمته حماية أمن الإسرائيلي تقرير محمد بو عبدالله شرق أوسط جديد تسمية يطلقها الإسرائيليون مجددا على حقبة التطبيع الخالجي من بعد الإماراتيين يأتي الدور على البحرين والسودان والسعودية تبشر بذلك المعلقة السياسية في القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وتشير إلى شهية ترامب لإبرام صفقات الأسلحة والمثير للجدل طائرات أف خمسة وثلاثين لدي صيغة تقول إن نتنياهو من المفترض من ناحية الإماراتيين أن يقول في الكونغرس إن هناك علاقات جديدة في الشرق الأوسط وشركاء استراتيجيين جددا في المنطقة يتفنن الإسرائيليون في بيع الأوهام لا أكثر فذاك خط أحمر في حديثه لقناة كان الإسرائيلية شدد وزير الاستخبارات إيلي كوهين على التحرك ضد أي صفقة أسلحة تضر بالتفوق العسكري النوعي فما الذي يجنيه المطبعون في الخليج أو بالأحرى أثم تدور وظيفي غير إلحاقهم تبعا للمشروع الإسرائيلي ما يريده الإسرائيليون من التطبيع هو تمكينهم من المضائق البحرية والقواعد العسكرية وإقامة تحالف أمني عسكري موجه بالأساس ضد إيران وبقية محور المقاومة تسريبات الصحف الإسرائيلية تميط لثام عن تلك النيات المبيتة فالحديث يطول عن تعاون عسكري استخباري وتحالفات إقليمية في تقرير لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية تمثل كل من السعودية والبحرين وعمان أرضا خصبة للتعاون القوي بعد انخراط الإمارات في تعاون أمني وعسكري وثيق ما يعزز قدرة الإسرائيليين على مواجهة التهديدات المحدقة معروفة هي الجهات التي تهدد الاحتلال وربما حتى وجوديا فكأنما دول الخليج المطبعة تسعى إلى تقويض أي فرصة مواتية فهل بالتحالف الحربي مع الإسرائيليين ستكون تلك الدول بمنأة عن شرارة الحرب إنه اللعب بالنار تحت شعار السلام وغطاء التهديدات الأمنية المشتركة حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده جاهزة لكل الاحتمالات في كل المنصات والمحافل وشددا على أن أنقراء قدرة على التمزيق الوثائق والخرائط المجحفة المستندة إلى انعدام الأخلاق والجميع يدرك ذلك تركيا مستعدة لتقاسم الحقوق وفق اتفاقات وشروط عادلة لكنها جاهزة شعبا وحكومة لكل الاحتمالات في كل المنصات والمحافل الجميع يدرك أن تركيا قادرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا على تمزيق الوثائق والخرائط المجحفة المستندة إلى انعدام الأخلاق فإما أن يفهموا لغة السياسة والديبلوماسية أو سيختبرون شيئا مؤلما في هذا المجال أولئك الذين عاشوا كل هذا الوقت في قصور زجاجية من الازدهار والديمقراطية المزيفين يجب أن يكونوا هم من يفكرون في عواقب هذه العملية في العراق تم استهداف رتل لوجستي تابع لقوات تحالف الأمريكي بالعبوات الناسفة على أتصراد الشعلة ووفق مراسلنا فإن الاستهداف تم بعد مغادرة الرتل معسكر التاجي في بغداد نمقى في العراق حيث زار وفد رفيع من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين بغداد وعقدا سلسلة لقاءة أبرزها مع الرئيس الفرنسي منويل ماكرون والرئاسة الثلاث وقادة أحزاب وقوى سياسية تقرير عبدالله بدران ثلاث سنوات من المفاوضات بين بغداد وأربيل ولا حل نهائيا بعد للأزمة التي يقول طرفاها أن الدستورة أوضح آلية الحل وفد كردي فني هذه المرة استبق زيارة الوفد الكردي السياسي وكانت مهمته واحدة إجراء مناقشات مع وزارة المالية لتحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2021 من دون التطرق إلى المشاكل السياسية الأخرى والبحث عن إمكانية تحديدها في ثلاث موازنات مقبلة فلا نتوقع حسما للملفات ذات الإشكالية ما بين الطرفين التوافقات لا تؤدي إلا إلى ترحيل المشاكل وليس إلى حسمها ما بين الأقليم حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل مرتبطة بتصدير حكومة كردستان النفط من داخل الإقليم من دون المرور بحكومة المركز هنا مكمن العقدة التي لم تحدد بغداد لها حلا نهائيا تفرضه على الإقليم وتنهي الأزمة وللإقليم التزم باتفاقات وتعاهدات سابقة مع المركز لتسليم ما بدمته من عائدات النفط وفق برنامج عمل واضح تهاون المركز اتجاه الإقليم أدى إلى استمرار الأزمة وترحيلها من رئاسة وزراء إلى رئاسة وزراء قادمة وكانت القوى الكردية في أربيل وبغداد قد افترضت أن الوفدة الكردية الفنية الأخير سيحسم المفاوضات والحوارات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية لما يتعلق بملفات النفط والمنافذ الحدودية وحصة الإقليم من الموازنة العامة الأزمة بين بغداد وأربيل ليست جديدة والوفود المفاوضة ليست الأولى بغداد تطلب تسليم عائدات النفط المصدر يوميا من الإقليم مقابل سداد الرواتب والقوى الكردية تربط تسليم هذه المبالغ بالاعتراف بنسبة أربيل من الموازنة الاتحادية والأهم اللاحفة السياسيا جمع الجانبين استطاع أن يغلق هذه الأزمة بين العاصمتين ولا حتى حلول الدستور عبدالله بدران بغداد الميادين حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري من التوقف الكلي في كافة المنشأة الصحية بسبب نفاذ الوقود من جراء احتجاز قوى التحالف السعودي سفن المشتقات النفطية الحاضري ذكر أن المنظمات الدولية لا تلتفت بجدية إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ولا تهتم إلا بجمع الأموال مشيرا إلى أن أكثر من أربعمائة مستشفا حكوميا وخاص في البلاد تعاني من أزمة المشتقات النفطية رئيس المجلس السياسي لعلى في اليمن مهد المشاط شدد على وجوب تفعيل دور المجتمع ليكون بديلا عن إمكانيات كثيرة لا تستطيع الحكومة توفيرها فإحنا يعني مواصلين الإصرار على أن نجترح المعجزات على أن نجد شيء على أن نخلق المستحيل هذا مواصلين عليه وسنستمر عليه لا تعيقنا إمكانات نحن المعنيين بإيجاد البدائل لأي مشكلة إحنا في وضع استذنائي صحيح ووضعنا صعب أيضا لكن هذا لن يعيقنا ولن يوقفنا أبدا ميدانيا شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مدريتي والدربيع ونطع شمال وشرق محافظة البيضاء غارات التحالف طاولت أيضا مدرية مهلية جنوبية محافظة مأرب ومدرية مدغل الجدعان شمالية غرب المحافظة وصولا إلى مدرية خب والشعف في محافظة الجوف مصدر عسكري يمني أكد أن قوات التحالف السعودي خرقت وقف أطلاق النار في الحديدة ثمانية وخمسين مرة خلال الساعات الماضية النشر مستمرة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد غريق عدد من قوارب المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بحيرة ترافيس بي تكساس وقد أدت كثرة القوارب في البحيرة إلى أحداث موجات كبيرة فيها ما أدى إلى غرق القوارب إلا أن الحادث لم يؤدي إلى مصابين وتيرة الاحتجاجات تصعدت في عدد من الولايات الأمريكية ضد العنصرية عشية عيد العمال الذي يصادف يوم الاثنين وكما في مدن أمريكية عديدة احتشد متظاهرون في كنتاكي مطالبين بالعدالة العرقية قابلهم تجمع لمؤيد الشرطة ونظم أنصار الرئيس دونالد ترامب مسيرات بالسيارات كما احتشد مئات منهم مدججين بالسلاح في المقابل شهدت تظاهرات حياة السوب مهمة في الوزفيل في كنتاكي خروج مسلحين ملثمين مطالبين بإنهاء التمييز العنصري قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنه في حال التوافر لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية فإنها لن تثق بما سيقوله ترامب بشأن سلامة فعاليته وفي مقابلة مع الشبكة التاسئانان شددت هاريس على وجوب أن تكون المعلومات عن فعالية اللقاح وسلامته صادرة عن مصدر موثوق به وباء كورونا فاقم الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة في غزة وسط منشدة السلطة الفلسطينية بتغيير سياستها تجاه القطاع تقرير أحمد غانم وحيدة تواجه غزة جائحة كورونا بهموم مضاعفة راكمها الحصار والانقسام وتجرعها المواطن مرغما أمام عدام الخيارات فبالرغم من إعلان حالة الطوارئ في القطاع واصلت السلطة الفلسطينية حسم رواتب موظفيها في غزة بنسبة تقارب الأربعين في المئة فضلا عن مواصلتها قطع رواتب بعض عوائل الأسرة والشهداء والجرحى وتجاهولها دعوات شعبية إلى العدول عنها من قبل جائحة كورونا كان الموظف بالكاد يستطيع أن يغطي مصرفات بيته بعد جائحة كورونا الموظف الفلسطيني انصحق لدرجة أنه عجز عن أداء مهامه كرب أسرة يعني الأطفال بدأت تأكل في الدور أنت لازم توفر لأبناء شعبك توفر لهم معيشة معيشة كريمة كل واحد يسند الثاني ومع إعلان الحكومة الفلسطينية تأسيس صندوق وقفة عز للمساهمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وأبعادها الاقتصادية والصحية لم تن الغز منه سوى تصريحات بتوجيه جزء من الدعم لم يره سكان القطاع ألا سيما في ظل تعطل عشرات الآلاف من العمال وهو ما عدوه تمييزا واضحا بين شطري الوطن فيش عنا أدنى مساويات المعيشة مش موجودة في الضفة في وقفة عز في مساعدات في شغلات هنا عنا مفروض نكون إحنا والضفة نفس الوطيرة نفس الوضع نفس المعاناة أنه يتعلعون نزام بطلال الضفة مناشدات الأجهزة الصحية في غزة السلطة لدعمها العاجل أدت أخيرا إلى إعلان الأخيرة توجيه شحنات طبية لم تصل إلى غزة حتى اللحظة وتقول وزارة الصحة في غزة إنها لا تلبي العجزة الخطرة في إمكاناتها الصحية ويأمل الفلسطينيون أن تشكل دعوات الوحدة في مؤتمر الفصائل الأخير مظلة تنقذ قطاع غزة من شبح الفقر والبطالة وتداعيات أزمة كورونا التي ضربت عصب القطاع الصحي في مقتل أحمد غنم غزة الميادين المدارس في إيران فتحت أبوابها أمام الطلاب بعد انقطاع عندما عدت أشهر بسبب فيروس كورونا وقد التزمت المدارس بإرشادات الحكومة الصحية حفاظا على سلامة الطلاب تقرير من الحمرية بداية لا تشبه كل البدايات لم يعتد هؤلاء الطلاب على إجراءات صارمة كهذه صارمة لكنها ضرورية للحفاظ على سلامة الطلاب والمجتمع هكذا ترى الحكومة الإيرانية التي أوعزت إلى المدارس اتباع إرشادات طبية خاصة ينبغي الانتباه إلى سلامة الطلاب وهذه مسؤولية على عاتق الأهل والمعلمين وهذا العام الدراسي هو عام الالتزام بالضوابط عادوا إلى مدرستهم بعد انقطاعا امتد أشهر طويلة لكن في مشهد لم يألفوه من قبل كل شيء اختلف حتى الابتسامة حجبتها الكمامات في أول لقاء بعد عطلة طويلة أشعر بسعادة لعودتي إلى المدرسة لكنني قلق من كورونا والوضع الآن يختلف عما كان عليه سابقا بسبب كورونا نحن مضطرون لاستخدام الكمامة والقفازات ومراعاة المسافة الآمنة كورونا مثل تحديا اقتصاديا وتعليميا للعالم أجمع والكل يسعى لتقديم الأفضل نحن نراعي لأرشادات الصحية مع الطلاب تحاول وزارة التربية والتعليم توعية الطلاب عبر برامج خاصة وفيديوهات كرتونية على مواقع التواصل الاجتماعي فالحفاظ على سلامة الطلاب يعد التحدي الأول في هذه المرحلة لكن التعليم عن بعد متواصل لمن لديه أوضاع صحية وظروف اجتماعية خاصة من الطلاب ويتوفر عبر الفضاء الإلكتروني وقنوات تلفزيونية مخصصة تقدم الدروس وفق المنهاج التعليمي المعتمد لم يغير فيروس كورونا النظام التعليمي فقط بل غير حياتنا جميعا ولعل التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم هو الحفاظ على السلامة وإدارة عجلة الحياة معا من الحمرية طهران الميهدي انتهت الليلة الماضية اجتماعات اليوم الأول من المشورات التي دعا إليها قادة العسكر في مالي للبحث في تسير المرحلة الانتقالية على أن تستأنفى الاجتماعات مجددا يوم وكالة سبوتنك قالت أن اجتماعات اليوم الأول بركزت على كيفية اختيار رئيس للفترة الانتقالية ورئيس للحكومة وعلى مدة الفترة الانتقالية ومن المتوقع في الجلسات المقملات تتم مناقشة تفاصيل خريطة الفترة الانتقالية تجددت حركة الاحتجاجات للمدافعين عن البيئة في لندن من أجل المطالبة باتخاذ إجراءات حكومية بشأن حالة الطوارئ المناخية تقرير موسى سرور لا ثقة بمؤسسات النظام السياسي البريطاني فالدولة برأي ناشط البيئة سقطت لأنها فشلت في الحد من تفاقم أزمة المناخ والبيئة والبديل برأيه عن الديمقراطية التقليدية الديمقراطية المتداولة التي يجري خلالها تداول فعلي للسلطة بحسب تعبيرهم ناشط البيئة نظموا في وسط لندن جمعية عمومية كبديل عن البرلمان وتوافقوا على ضرورة تطوير الديمقراطية وتغيير النظام السياسي مطلبنا الأساسي هو تغيير النظام الحكومي لأن النظام الحالي عاجز عن إجراء التغييرات التي نحتاجها لأنه مرتبط بمصالح أضأس ماليين الحكومة أقرت بحالة الطوارئ البيئية لكنها لم تفعل شيئا نريدها أن تقول الحقيقة بشأن المخاطر المناخية متطوعون مسلمون شاركوا في التظاهرة مرتدين ملابس سودان ورافعين شعارات تحذروا من التصحر والجفاف فضلا عن الحروب التي تشنوا ضد الشعوب في فلسطين واليمن وعن أخطارها على البيئة وسائل الإعلام المحلية تتحدث فقط عن اللاجئين لكنها تغفل حقيقة سبب هروبهم من بلادهم لا تشير إلى أن السبب هو الجفاف فضلا عن الحروب التي تحصل في سوريا واليمن أعضاء الجمعية العمومية أشاد بناشطي البيئة الذين أقفلوا الطرق أمام الصحف التي يملكها الملياردير روبرت ماردوخ من أجل منعها من توزيع أعدادها في إنجلترا وسكوتلندا فهذه الصحف برأيهم تملكها فئة صغيرة تحاول التلعب بالحقيقة من أجل مصالحها وأجنداتها السياسية والخاصة سائم هؤلاء المتظاهرون من لمبالات الحكومة بشأن الحدي من التدهور المناخي وعدم إصغاء المسؤولين لنصائح العلماء وتحذيراتهم من انقراض البشرية مستصر لندن الميادين في سوريا لا تزال فرق الأطفاء والدفاع المدني تكافح حرائق كبيرة في رفهم الصياف وقد أدت النيران التي تندلع منذ ثلاثة أيام بفعل درجات الحرارات العالية على نحو ألفين دنوم من المساحات الخضراء بدأ الأعصار هايشن يضرب سواحل اليابان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وقد حذر المسؤولون من أن شدة الأعصار ستكون كبيرة وستؤدي إلى اقتلع عمدة الكهرباء وقلب المركبات حيث ستصل سرعة الرياح إلى مائتين واثنين وخمسين كيلومترا وقد أرغم الإعصار السلطات اليابانية على تعليق عمليات البحث عن عشرات البحارة المفقودين من جراء غرق سفينة تنقل مواشي في عصيفة أخرى وإلى التذكير بأبرز العنوين أي أتشؤون الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين الأسيرين أحمد ومحمد الجدعون الذين يقبعان في مستشفى العفولة بحالة خطرة للأسبوع الحدي عشر على التوالي الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو تتواصل والشرطة تعتقل متظاهرين في القدس المختلة إردوغان يهدد بتمزيق الوفائق والخرائط وبعواقب مؤلمة إن لم تفلح سياسة وذبلوماسية في شرق المتوسط مناصرون مصلحون لترامب يواجهون تظاهرات منددة بالعنصرية وغرقوا قوارب في مسيرات مائية مؤيدة له في تكساس الميادين ندوت نت دائما للمزيد من الأخبار وبلغة إسبانية اسبنول دوت الميادين شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر